حينما قال إبليس رب بما أغويتني هل هذا اعتراف بالربوبية؟ طبعا اعتراف بالربوبية إذن التحدي ليس بين إبليس وبين الله سبحانه وتعالى أم هو بين إبليس وبين آدم وذريته هو العداوة لآدم والذري العداوة لآدم ليس لله سبحانه وتعالى لا لا هو كفر بعطاء الله لأن أنا بعتبر أنه حتى الجبلة اللي ربنا خاله أعليها هذه من الله لكنه رد الأمر على الآمر وعشان كده مروش توبة آدم الفرق إيه بين معصية آدم ومعصية إبليس ابن آدم ما ردش الأمر قال سمعنا وقطعنا بس ما عملش ولذلك وعصى آدم هو سمع ولم يطع بس هو في الأول الحاضر الحامل سمعنا وقع فغوا ثم جتباه ربه فتاب عليه وهد لأنه لم يرد الأمر على الآمر المشكلة أنه رد الأمر عندي إبليس ألم يكن منط به أن يفعل فعلة ما حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه لا توبة للكفر من مات كافرا فهو في النار ورد أو فيما قرأنا هالإسرائيلات أم لا أن حنما نزل إلى الأرض قال لإبليس أسجد لآدم قال لم أسجد له في الجنة أسجد له على الأرض لا كلام ما حصلش كلام ما حصل السجود أمر مرة واحدة به ورقض الأمر على الأمر ولم يحاول أصلا التوبة يعني ما هو ليست له توبة جبلته كده هو عنده كبر ودي صفة عايزين ننزحها من البشر أنا أحذر في هذه الحلقة كل إنسان يتعرض للكبر أنت عارف أنا مين شيطان ده ده كلام إبليس أنت عارف أنت بتكلم مين ده كلام إبليس يا جماعة ولذلك شوف لما الرسول يقسم لك أن لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر اللي هي ما تقدرش توزنها يعني أقل حاجة الكبر ده لأن ده شغل إبليس لا حول أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه وأن شاب أقول للناس ما تقولش الكلمة دي أنا دي عايزين ندنيها تعرف الأنا في علم النفس لما الأنا تعلى ضاع الإنسان صحيح يقول لك وأنا 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 كنت وأنا ما زلت وأنا سأ يا جماعة ده مش كلام بشر ده كلام إبليس هذا الكلام لم يدر في الملأ الأعلى أبدا قبل هذه الحوارات التي درت بين إبليس وبين الله سبحانه وتعالى بحضور إعادة بمعنى إيه؟ يعني من الجن مثلا الجن مكلف فمنهم المطيع ومنهم الكافر أو الفاسخ العاصية لم يسبق هذا النوع من الحوارات قبل إبليس أبدا مع مين؟ رد الأمر على الأمر مع الله سبحانه وتعالى ما حدث هو إبليس فقط ابتدعه لعنة الله عليه طبعا بكبره ابتدعه بكبره بعجبه بنفسه وعشان كده دي صفات مقاطها الرسول عليه الصلاة والسلام العجب العجب شوف الرسول لما كان يدخل حد عليه يسأل سؤال غريب جدا لو إحنا بنقرب تركيز أيكم ابن عبد المطالب لا يتميز في الجلسة خبدا يعني الرسول قاعد في وسط الجماعة ها أيكم ابن عبد المطالب مين فيكم محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مش متميز صحيح الإمام الجنيد كان يدخل المسجد فيجلس حيث انتهت الايه الأقدام يعني فهمت هو جيد الدرس حيث انتهت بك المجلس لا يخطر رقابه مع أنه هيده هو اللي حيدرس نعم فيقول له يا إمام تفضل في صدر المجلس يقول أنا صدر حيث ما كنت أنا أعود في أي مكان المجلس كله حيبقى عندي بعد كده صحيح بس أنا ما تخطاش الناس ما عديش برجلي فوق الأعماق لأنه تواضع من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى نعم فالكبر ده يا أستاذ محمد أنا أقول لك على حاجة أنت عارف إبريسي أحسن ناس يوقعهم مين اللي عندهم كبر دو أن لم يكنهم أباليس أصلا ما هم طبعا ما هو أخذ صفة منه ما أبص حضرتك أنت تعمل حاجة من الاتنين الولاية في الدنيا يا إما لله سبحانه وتعالى ما لهاش ثالث يا إما للشيطان يعني يا إما نبقى من أولياء الله يا إما نبقى من أولياء الشيطان فهو لو سيطر علي لدرجة أن أنا بقيت من أولياءه ما أنا بقيت إبريس خلاص بقيت شيطان إنس صحيح وشيطان الإنس أخطر آلاف المرات زي ما قلنا من شيطان الجن لشيطان الجن يبدو أنه وسوسة فأنت تقدر تفهم فتقدر تحاربه لكن الثاني إنسان زين ويقعد يسوين لك بقى ويقول لك ويزين ويعمل ودي جنوب والسلم يسمي يا إيه جنوب أنه من جنوده صحي أنه من جنوده نعم وتعبير الشيطان الإنس ده تعبير خطير صحيح لازم نحذره يعني وهذا التعبير يعني من جنودي ورجالي ربنا سبحانه على استخدمه وقالوا استفز من استطعت منهم ده ده تتحدك هذا المفروض يحصل عكسه آه لما قال له إذن يعني عارف في المسأل البلدي عارف وريني شطرتك بس للأسف إحنا جينا في الحتة دي وقعنا فيه كأني بالله تبارك وتعالى عايز يقول له أن عبادي ليس أنت مش هتوقع غير مين غير اللي يستهلوا الحكاية دي أما عبادي الله اللي هم الحق ما حدش يقدر يوقعه ترجمة نانسي قنقر